مفاعل مش بس بينقلك على مستوى الطاقة ولكن مفاعل كمان بينقلك على مستوى البنية الصناعية مستوى مفاعل او مجموعة مفاعلات بتنقلك على مستوى الابحاث دي حاجة عظيمة جدا طب هو انا هعمل اربع مفاعلات دول لا الحقيقة ده احنا عندنا خطة طموحة جدا لبناء تقريبا عشرين مفاعل اختيار الاماكن اللي تعمل فيها المفاعلات دي بتم اختيارات شديدة الدقة يعني بيتعمل ابحاث جيولوجية يعني ما اقولكش ما فيش حاجة اكثر دقة من ذلك علشان المفاعل ده هيتبني فين ويغطر صلعة الرياح عاملة ازاي ويغطر مصادر المية لتبريد خلب المفاعل بها تعمل ايه وحواديد كتير انا لا ادعي فهمها على الاطلاق فمعدل فهمي ومعلوماتي عنها هي لا قد لا تزيد كثيرا عن معدل فهم ومعلومات حضرتك بس يمكن انا بعرف اخذ المعلومة كويس واستدعيها دايما في الوقت المناسب ادي كل المسألة والمعلومات معروفة ومتاحة يعني فالنهاردة كنا بنضع حجر الاساس والصب الخرصانية الاولى للمفاعل الرابع ده معناها ان احنا خلصنا الشغل بتاع الخرصانة على المفاعل الاول والتاني والتالت ولا تنسوا انه برضو من بضع شهور كان كنا بنستلم قلب احد هذه المفاعلات الاربعة طب المفاعلات هتشتغل امتى؟ تشتغل يوم سنة 28 باذن ربنا سبحانه وتعالى نبدأ بتشغيل اول مفاعل وخلال 24 شهر نكون شغلنا الاربع مفاعلات طيب هي اهمية المفاعلات دي ايه؟ احنا قلنا طاقة قلنا ابحاث قلنا تكنولوجيا طبعا وقلنا كمان انها بالتأكيد توفر فرص عمل قلنا كمان انها بتقلل سعر الطاقة يعني ايه؟ يعني المفاعل النووي ده ينتج لطاقة اولا زيرو كاربون فهي طاقة خضراء فيش اي حاجة فيش اي مبعثات ما عنديش صفر حلو جدا طيب اتنين هذه المفاعلات تنتج للطاقة ارخص من محطات الطاقة الاعتيادية بتاعتنا اللي احنا بندخلها غاز ولا بندخلها مازوت الى اخره طيب عمر المفاعلات قد ايه؟ فانا كنت مرة اريت معلومة ما بتقول انه عمر المفاعل تقريبا ستين سنة كفاءة النهاردة لقيت انه ممثل شركة روس اتم وهو يتحدث بيقول لا ده المفاعل ده يستمر لمية سنة تقريبا الله طيب يعني المفاعلات دي عمرها اطول من محطات توليد الطاقة العادية هتنتج لي طاقة ارخص هتنتج لي طاقة انضف وكمان بتساعدني في الابحاث والتكنولوجيا وا 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 اذا انا بشتغل على مشروع شديد الاهمية وعظيم في حجمه وعظيم في مردوده الاقتصادي على مستوى الصناعة والتكنولوجيا والبحث العلمي ده شيء عظيم جدا جدا اذا النهاردة هو واحد من اهم الايام اللي لازم واكيد هتبقى محفورة في ذاكرة التاريخ المصري وده اللي قاله الرئيس اسمع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي قال ايه في هذا اليوم العظيم المشهود بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الحضور الكريم اود في البداية ان اعرب عن خالص تقديري وسعادتي بالمشاركة الكريمة لصديق العزيز فخامة الرئيس فلاديمير بوتين في فعليات بيدي تنفيذ الصبى الخرصية الاولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووي والتي تأذن بمشروع الدولة المصرية في مرحلة الانشاءات الكبرى لكافة الوحدات النووية بالمشروع كما اتوجه ايضا بالشكر للضيف الكرام السيدات والسادة انه لمن دواعي سروري وفخري واعتزازي ان اتشارك معكم هذه اللحظة التاريخية التي ستظل خالدة في تاريخ وذاكرة هذه الامة وشاهده على ارادة هذا الشعب العظيم الذي صنع بعزمته واسراره وجهده التاريخ على مر الاصول وهو اليوم يكتب تاريخ جديدا بتحقيق حلما طالما راود جموع المصريين بامتلاك محطات نووية سلمية واكدا تصميمه على المضي قدما في مصاري التنمية والبناء وصياغة مستقبل المشرق لمصر ان هذا الحدث العظيم الذي نشهده اليوم يمثل صفحة مضيئة اخرى في مصاري التعاون الوثيق بين مصر وروسيا الاتحادية واعد صرحا جديدا اضافة الى مسيرة الانجازات التي حققها التعاون المصري الروسي المشترك عبر التاريخ كما يعكس مدى الجهود المبزودة من كلا الجانبين للمضي قدما نحو تنفيذ مشروع مصر القومي بانشاء المحطة النووية بالضبع الذي يسير بواتيرها اسرع من المخطط الزمني المخرر متخطيا حدود الزمان متجاوزا كل المصاعب ليعكس الاهمية البالغة التي توليها الدولة المصرية لقطاع الطاقة ايمانا بدوره الحيوي كمحرك اساسي للنمو الاقتصادي واحد ركائز التنمية الاقتصادية وفي قرية مصر 2030 السيدات والسادة ان ما يشهد عالمنا اليوم من ازمة في امدادات الطاقة العالمية يؤكد اهمية القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الدولة المصرية باحياء البرنامج النوو السلمي المصري لانتاج الطاقة الكهربائية كونه يساهم في توفير امدادات طاقة امنة ورخيصة وطويلة الاجل وبما يقل الاعتماد على الوقود الاعفوري ويجنب تقلبات اصعاره كما ان اضافة الطاقة النووية الى مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لانتاج الكهرباء يكتسب اهمية حيوية للوفاء بالاحتياجات المتزيدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بما حقك لاستدامة البيئية والتصدي لتغير المناخ وختاما اتقدم بالشكر مرة اخرى لفخامة الرئيس بوتين على انضمامه لهذه الفاعلية كما اعرف عن خالص الشكر والتقدير للعاملين بكل من شركة اتوم ستروي اكسبورت البقاول العام الروسي للمشروع وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التي تشرف على تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق اهملا دوام التوفيق في مراحل المشروع المقبلة مرة اخرى وقبل ان اختتم كلمتي اتوجه لك اخي فخامة الرئيس بوتين بكل الشكر وكل التقدير وكل الاحترام على دعمكم لكي يخرج هذا المشروع الى التنفيذ لو ندعمكم منذ ديسمبر 2017 وحتى الان اتصور هنا بسجله لكم وبدعمكم الشخصي لاتمام هذا المشروع شكرا لفخامة الرئيس بوتين مرة اخرى اشكركم واشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الله الطاقة اقتصاد بالمناسبة يعني لا اقتصاد دون وجود طاقة لا صناعة دون وجود طاقة اشتركوا في القناة